خلينا أقول لحضراتكم بعض الأخبار تتعلق بالفريق الأول لقرة القدم النهاردة كابتن سيد عبدالحفيزي اجتمع باللعابين والجهاز الفني واتكلم معاهم قبل المران اللي أقيم صباح اليوم على استاد مختار التيتش بالجزيرة واتكلم عن أهمية المرحلة المجبلة ومنافسات بطولة الدوري بداية من مباراة إسترن كامبيني وطلب منهم التركيز الكبير في هذه المرحلة لإعادة البسمة على وجوه جمهوري النادي الأهلي بعد الإخفاق في بطولة أفريقيا خلال المباراة الأخيرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الودات النهاردة كان فيه تدريبات فنية واستشفائية للعابين وده كان تحت قيادة الجهاز الفني الموجود بقيادة كابتن سامي أونسان وكان فيه فقرات تدريبية متنوعة تضمنت التصويب على المرمى والقرات السبتة والعرضيات فضلا عن تنفيذ بعض الجمل الفنية واستكمل اللعبون الذين شاركوا في مباراة المصر بالسلوم أمس بقية فقرات المرام بتدريب استشفائي في الجيم لتخلص من أثار الإيجاد بعد الانتهاء من فقرة التدريبات البدانية وده الطبيعي اللي بيحصل بعد أي مباراة النهاردة كان فيه برضو تدريبات قوية لسلاسي حراس المرمى مصطفى شبير وحمز علاء ومصطفى مخلوف وفي الحقيقة هم حراس واعدين جدا ومبشرين جدا لمستقبل النادي الأهلي كابتن سيد عبد الحفيز كلي تصريح كمان النهاردة بيوضح من خلاله موعد عودة اللاعبين الدولين نحن عندنا عدد من اللاعبين الدولين سواء في منتخب مصر في منتخب تونس في منتخب مالي وقال أن لعاب المنتخب الوطني سوف يعودون في اليوم التالي المباراة الودي نحن عندنا مطش بكرة مع كوريا الجنوبية الساعة واحدة الظهر بتوقيت مصر تمانية بالليل بتوقيت كوريا إن شاء الله يخلص المطش ده على طول واليوم اللي بعده سيكون متواجدين مع النادي الأهلي في التدريبات بيرسيتاو كمان موجود مع منتخب جنوب أفريقيا حيرجع يوم الأربع ويشارك في التدريبات علي معلول كمان حيرجع يوم الخميس بإذن الله وبالتالي حينضم التدريبات يوم الجمعة ديانجي كمان انتظم النهاردة خلاص ووصل وكان متواجد في تدريبات النادي الأهلي ديانجي أحد العناصر المهمة والمميزة جدا بالنسبة للفريق بعدما خلص مشاركته الفعالة بالمناسبة مع المنتخب المالي والأحرز في إحدى الممارات هدف في الدقائق الأخيرة كمان فيما يتعلق بالإصابات لأن برضو عندنا عدد من المصابين محمد عبد المنعم واحد من العبيد المميزين جدا ومهمين بالنسبة للجهاز الفني خلال الفترة الحالية عنده زي احنا عارفين إجهات في العضلة الضمة بيتعالج منه بيوصل تدريباته التأهلية النهاردة كان عنده تدريبات الجارية حول الملعب وكان عنده كمان جلسة في الجيم للتخلص من الإصابة بشد في العضلة الضمة كمان فيه أشعة جديدة على علي لطفي بعد مباراة إسترن علي كان عنده زي جزع في يده أو وطر اليد فبالتالي عمل أشعة وأثبتت إصابته بالتهاب يعني وحيعمل أشعة تانية بعد مباراة إسترن عشان يقفوا على تطور الإصابة بالنسبة لعلي لطفي نتمنى السلامة للجميع وإن شاء الله الكل يكون جاهز للمرحلة الهمة جدا المقبلة بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لكن أهم شيء لازم يتميز بجماهير النادي الأهلي خلال المرحلة الحالية هو الهدوء التام والثقة الكاملة في المسؤولين عن الكرة داخل النادي الأهلي والإتمئنان بخصوص مستقبل الفريق خلال الفترة اللي جاية وإن شاء الله بإذن الله الكل يكون عند حسن الظن هنروح لفاصل